كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش مرتين صدمت الفنان اللبنانية جمهورها خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شالهوب مقدمة برنامج زمن بحيث تحدثت عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها والطريقة التي تعاملت بها مع الوضع إذ قالت كان عمري سبع سنوات عندما تعرضت للتحرش للمرة الأولى لم أكتشف وقتها ما يحدث واعتبرتها مسألة عابرة بحكم الطفولة وعندما بلغت من العمر عشر سنوات تكرر الأمر ووقتها الموضوع زاد عن حده وكنت أعيش الموضوع مع نفسي وبدأت أفهم أن هناك غلط وكشفت كارول سماحة أن هذا الشخص أحد أفراد العائلة وقررت عدم إخبار أسرتها حتى لا تتضرر العلاقة العائلية لكنها صرحت بأنها هددته وقالت هددته بأنه لن يدخل بيتنا مرة أخرى وقد تنتهي حياته وعلى أثر ذلك تملكه الخوف وابتعد عني ووجهتك